تقف هذه السيارات بانتظار العبور للظفة الأخرى من نهر الفرات لكن من دون أي جدوى الجسر الحديدي في الناصرية الذي وجد لحل مشكلة الزحام المرورية في الطرق المؤدية إلى جامعة ذيقار لم يمضي على افتتاحه سوى شهران حتى تهالك وكأنه افتتح منذ سنوات الجسر بناء كله عبارة عن اهمال وعن ضيع فلوس وعن ضيع وقت وهذا الجسر ما لح يتحمل فترة يعني كون اقلك ورا شهر ورا شهرين تيكو سيارة لح تفبر علي اما لح تطيح اما عبارة جوة تطيح يعني تسوي لك كارثة ومن اللي يتحمل المسؤولية بناء هذا الجسر من اللي البناء ما تعرفه طرف يعني غريب عبارة عن نفلو زبه الجسر هذا يقول كلفة تقريباً عشرين مليار أو تاتين مليار سائقوا المركبات الأكثر تضرراً بعد فشل هذا الجسر والذين استفشروا خيراً بافتتاحه على أمل أن تنتهي معاناتهم مع الزحامات المرورية الخانقة التي تعاني منها الناصرية بشكل يومي والذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل بهدر الأموال على مشروعاً لم يقوم طويلاً يعني هاي بس صرفوا فلوس وكل من صندوق ديقار وعمار ديقار وكل شو ماكو هذا خلوه بديل على أساس بدلاً لجسر الزيتون جاي يشتغلون به المهم يشتغلوه تشغل كلاوات من ورا خشومهم يعني هاي ما صرفوا علي فلوس وهاي خسائر يعني ما يعني شيء لك إذا نعبر علي السيارة كلها السيارة حدادت فلوسيت هاي بشهر مرتين أبدل حدادين ورا الجسر كلها يرقص يخوف الجسر يعني صادها سعلي يعني بالا فيها علي نعبر ما عندها قوة جسر تعبان وموائرات الجسر جاي يوقع يعني يوم عن يوم جاي يزيد زايد والله بأسرى وقت يغيرونه جسر يعني مو ناجح فاشل ولم تنفك أزمة الطرقات وجسور في محافظة ذيقار مع استمرار معاناة المواطنين اليومية وضعف الحلول الحكومية التي لم تتمكن من حل هذه المشكلة الأزلية في المحافظة حاله كحال باقي المشاريع في المحافظة التي أصبحت اليوم عبءا على المواطنين بسبب رداءة التنفيذ الذي يدفع ضريبته الأهالي هنا بالوقوف لساعات طويلة من أجل العبور لقناة التغيير الفضائية سلامة سرهيد ذيقار ترجمة نانسي قنقر